والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله معكم أخوكم طارق الجاسر وشكرا لفتح هذا الفيديو وهذه المراجعة اللي فيها نتحدث عن منتجات وسلسلة من شركة ستيل سيريز طبعا شركة ستيل سيريز بمناسبة مرور عشرين عام قالوا احنا بنطلع برايم أو سلسلة مخصصة لللاعبين وهذه السلسلة احنا حطينا فيها جهود كثيرة من ضمنها مواصفات عالية جدا للموسات وأيضا السماعة شركة ستيل سيريز جمعت تقريبا مئة لاعب من اللاعبين المحترفين في الإي سبورتز طبعا هذول اللاعبين أخذوا آراءهم ايش بدكم في الموسات ايش الأشياء اللي ممكن تعطيكم مميزات أو تحسن في اللعب وكان المخرجات عبارة عن ثلاث ماوسات والهيتسيت المعروضة على الشاشة الآن بهذه الصورة وهي ماوس البرايم وماوس برايم بلس وماوس برايم وايرلس وأيضا الأركتس برايم أما أول منتج بس تعرضه لكم وهو البرايم بلس المستشعر فيها اللي هو سينسور سيستم ترو موف برو بلس أما الحساسية تصل إلى ثمنتعشر ألف سي بي آي السرعة إلى أربعمائة وخمسين آي بي اس الأزرار ممكن تتبرمج إلى خمسة وأيضا فيه زر للأر جي بي أو مزود بإضاءة أر جي بي وزن هذه الماوس 71 قرام وممكن أيضا إيصالها بالبي سي أو الماك أو الإكس بوكس هذه الماوس بس نشوف وش حاطين لنا محا حاطيننا كيبل وحاطين كتيب التعليمات وهذا الكيبل الخاص بيها رأس الكيبل جاي بشكل ثلاثي حتى أنه يقدر يكون يدخل بهذا المنفذ طبعا هو ميكرو يو اس بي نجي نشوف المواصفات اللي موجودة في هذه الماوس فيها الشاشة من الخلف نقدر نتحكم من الشاشة اللي موجودة بالخلف عن طريق الماوس وأيضا عن طريق هذا الزر على فكرة يعني على سبيل المثال نقدر نضغط كم نبغى الـ CPI عندنا خيارات إلى 3200 CPI عندنا وهي اللي موجودة فيها الإضاءات والـ Options ندخل عليها نشوف فيه Colors وفيه Effect لنفس الإضاءة مثلا اخترنا الـ Color Purple أو نبغى Blue أو Green طبعا يتغير بحسب حركة الماوس معنا شوفوا الحين هذا الـ Purple وهذا الـ Blue هذا الـ Green وهذا الـ Yellow وهذا الـ Red وهذا الـ Orange هذه الألوان اللي موجودة فيها ونقدر أيضا أننا نختار خيار Effect ونخليها Breathe اللي هي تطلع وتنزل الإضاءة طول الوقت أو نخليها Prism اللي هي تتشكل وتدخل من لون إلى لون آخر من نفسها الرولر اللي خاص بالماوس هذه هي الإضاءة الوحيدة اللي إحنا ممكن نستخدمها طيب اتصال سريع مع الماوس ويتعرف على البرنامج ويبدأ يحمله لنا البرنامج هو من شركة SteelSeries وأول ما نحمله نقدر نتحكم أيضا بمواصفات الماوس وإشه اللي إحنا نحتاجه منها في نقطة مهمة جدا وهي طريقة تصميم الماوس من الخارج بالنسبة لي عندي هذه المنطقة مهمة جدا لكن إيش علاقتها بتصميم الماوس زي ما تلاحظون الماوس من الأسفل مشطوفة شطفة خفيفة كذا أو مصغرة هذه الجهة حتى ترتاح أصابعي إذا أنا بأمسك بكل راحة يدي على منطقة الماوس وزي ما تلاحظون هنا هذه اللي أنا أبقى سميها منطقة الراحة طبعا تغيير الـ CPI اللي هو Count Per Inch هذا يعطينا السرعة في حركة المؤشر طبعا تعرفون في بعض الماوسات يكون زر صغير هنا هو الـ CPI وهذا الزر الصغير هو اللي خلينا كل ما حركنا الماوس يعطينا سرعة في المؤشر تلقون هذا الخيار موجود صحيح في الويندوز لكنه يختلف عن الماوسات المخصصة للعب لأنه يكون درجة الحساسية فيها عالية جدا خصوصا بالمستشعرات ولو نلاحظ هنا بنلاقي الليزر وبنلاقي مستشعر أيضا وهو DPI أو Dots Per Inch وهذا اللي يحسب لنا كم نقطة في الانش الواحد ويعطينا حساسية عالية جدا وعلى سبيل المثال لما إحنا نلعب لعبة فيها شوتينج ونبغى نلف على خلف لو إحنا نستخدم ماوس عادي بناخذنا كذا فرة وبنسول كذا كأننا نحفر عشان نلف على الخلف لكن لما نرفع DPI والCPI بالماوس إذا كانت ماوس احترافية وفيها هذه الخصائص على طب بتلاقي بعض اللاعبين أول ما يسوي كذا يلف على الخلف وهذه من أهم النقاط اللي يجب أنها تتوفر في الماوسات للأشخاص اللي يحبون اللعب وخصوصا الألعاب اللي تعتمد على frame per second والألعاب اللي تعتمد على الشوتينج أو الحركة وفيها أيضا منافسة online هذا هو البرنامج اتعرف على prime plus وعلى طول بيطلع لي كل خياراتها الحين بنفتح وشي الخيارات الموجودة هذه الماوس شكلها عندنا الأزرار البي 1 والبي 2 البي 3 والبي 4 وال5 الموجودين بالجوانب طبعا هذه كلها وطبعا فيه scroll up وفيه scroll down في أيضا من الخيارات يقول لنا ايش تبغى الCPI السرعة لاحظوا كيف لو احرك الماوس وكيف لو اخليها level 1 هذه level 1 وهذه level 4 في حركة بسيطة أنا بالنسبة لي إذا بستخدم الجهاز فقط راح استخدمها إلى تقريبا المتوسط اللي هو رقم 1000 وهذا اللي هو مفيد لإستخدام فقط الكمبيوتر تبغى تلعب بعض الألعاب أنت توزن الرقم بحسب حاجتك طبعا عندنا البولينج رينج نقدر نستخدم إحنا الإضاءة ونغير الألوان في من ضن الخيارات إحنا نقدر نغير في الرسومات اللي موجودة هذه الشخبيط اللي أنا كتبتها على الشاشة لكن برجع الحين وأرسم أي حاجة أخرى مثلا يعني على سبيل المثال بكتب طارق وهذه طلعت طارق في أسفل الماوس على الشاشة الصغيرة نجرب الآن أو خلوني أحاول أوصلكم أصوات الكليك طبعا هم مسمينها كريسبي كليك وكأنك أنت تأكل شيء مقرمش ننتقل الآن للبرايم وايرلس وهذه وايرلس وأيضا مخصصة للجيمور وهذه الماوس فيها الفريم يصل إلى يعني ألف هيرتز وفيها ونزون رجي بي اللي هي الرول التابعة للماوس فيها إضاءة ليد ملونة ممكن بنفس الوقت نحن نوصلها عن طريق الـ USB تايب سي بالإضافة أنها تدعم تردد 2.4 جيجاهيرتز الماوس هذي ممكن نوصلها بالPC وبالماك وأيضا الأكس بوكس ماخذة من بي سي ماك داتكم بيست إي سبورت ماوس وهذا شكل الماوس فيها زر التشغيل هذا زر التشغيل والإغلاق وهذا زر تغيير الـ CPI أو مستشعر حركة الماوس طبعا موجود فيها المستشعر والليزر زي ما تشوفون نقارنها مع حجم الـ Prime Plus هذه الـ ويرلس نفس الحجم لكن الـ ويرلس حجمها تقريبا 80 جرام هذه 71 جرام وهذه 80 جرام وبالكاد أن الواحد يشعر فيها لأنها حجمها خفيف جدا الماوسات متشابهة فيما بينها اللي موجودة بالصندوق كتيب التعليمات وعندنا كابل USB Type-C طبعا هذا يستخدم للشحن وممكن إحنا نربطه بنفس الوقت وإحنا نشتغل على الجهاز لأنه موجودة فيها بطارية وهذه البطارية تمكننا أيضا باستخدامها كماوس ويرلس أما كيف نستخدمها عن طريق الوايرلس نفتح من هنا بيطلعنا هذا هو الأدابتر اللي خاص فيها USB Type-C وزي ما تشوفون تعرف على الـ Prime Plus الحين أول ما نحط الـ Prime Wireless راح أيضا يتعرف عليها من أمام منفذ الـ USB Type-C وبسم الله نبدأ نربطها على طول تعرف عليها الـ Prime Wireless ألوان الرول نضغطها لدينا الأخضر والأحمر والبنفسج واللون الأزرق الأخضر أما الآن المنتج الأخير السماعة الأخضر تدعم تدعم منفذ 3.5mm السماعة مخصصة لللاعبين فيها عزل الصوت وأيضا فيها تقنيات عالية للتعرف على أدق الأصوات في اللعب وماخذة أيضا من PC Gamer Best Gaming Headset كأفضل سماعة لللاعبين هذا شكل السماعة شعار Steel Series سماعة تجي من الجلد والفوم وهنا منفذ 3.5mm وأيضا هذا منفذ اللي خلينا نربطها عن طريق الكمبيوتر الرول اللي رفع وتقصير الصوت وهذا زر المايكروفون لكتم وفتح زر المايكروفون أما من الجهة الأخرى ما فيها أزرار المايكروفون ممكن إحنا نسحبه بهذا الشكل هذا قطعة القماش المطاطي اللي يخليها مريحة على الرأس شوفوا كيف طريقتها سلام عليكم حياكم الله معكم أخوكم طارق الجاسر وهذا تسجيل صوتي عن طريق مايكروفون سماعات الأدن اللي هي Steel Series وش في داخل الصندوق أيضا أكسيسوريز طيب وش اللي يجي كتيب التعليمات الكابل اللي فيها المنفذ اللي ممكن إحنا نربطها 3.5 mm مع الكمبيوتر ويجي كابل آخر لصوت السماعة وصوت المايكروفون بالإضافة إلى قطعة إسفنج إذا إحنا نبغى نستخدم المايكروفون مع قطعة الإسفنج هذه وصلنا لختام هذا الفيديو وراجعنا فيه ثلاث منتجات من Steel Series أتمنى إن شاء الله أني وفقت في إعطائكم نبذع عن سلسلة البرائم الجديدة من Steel Series بمناسبة مرور 20 عام منها السماعة الوايرلس أركتس برايم وأيضا Steel Series البرائم بلاس وأيضا Steel Series البرائم وايرلس وأتمنى أيضا زيارتي على حساباتي على السوشال ميديا كل حساباتي تحت اسم طارق الجاسر وإن شاء الله ألتقيكم في فيديوهات ومراجعات أخرى وفي أمان الله